السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة ومشهد جديد مشهدنا اليوم قديم جديد الأحداث فيه تتغير وتتكرر حتى مع تكرار الزمن مشهدنا اليوم هو مشهد فلسطيني خالص في وقف الوقت الذي تقوم فيه آلة الحرب الإسرائيلية لا تفرق بين فتن أو شاب أو طفل صغير أو حتى عجوز لا تفرق بين هذا وتقصف وهي عمية وفي ظل توطر الأوضاع في قطاع غزة وتجدد الاشتباكات مرة أخرى بعد توقف وتعطر المفاوضات في القغيرة يظهر في الأفق تأكيدات حتى من الأطراف الدولية ومن الأطراف العربية ومن الأطراف الإقليمية أن المبادرة المصرية هي المخرج الوحيد والحل الحالي على الطاولة المفاوضات لما يحدث في قطاع غزة جديد ظهر اليوم من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتأكيد على أن مصر تبحث عن حل للأزمة الفلسطينية ككل وليس كمخرج لما يحدث في قطاع غزة في هذا المشهد يسعدنا أن يكون معنا في الستوديو الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة وأيضا مقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة أهلا بحضرك دكتور أهلا بحضرك أستاذ محمد والسلام دكتور بعد إذن حضرتك نبدأ بالتأكيد هنتطرق إلى زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى القاهرة بالأمس ولكن هبدأ بالتصرحات الأخيرة للرئيس الذي ظهرت منذ ساعات للرئيس عبد الفتاح السيسي وأستسمح حضرتك أن نقرأ بعض من هذه الفقرات حتى نقف على أهمية وقراءة ما بين السطور في هذه التصرحات يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول أن مصر لا يمكن أن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وتسعى لحل أكبر وأشمل من أزمة غزة الحالية أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تقررت عدة مرات ولن تنتهي إلا إذا كانت هناك دولة فلسطينية قائمة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وهذا أمر وموقف راسخ في وقدان مصر شعبا وحكومة أخيرا أشار إلى أن رغم الألم عن كل شهيد وجريح وكل بيت تم هدمه في غزة إلا أن ما نسع إليه من تهداء الآن لابد أن يكون انطلاقه حل أشمل القضية الفلسطينية يتجاوز مفهوم إعادة إعمار ما خربته آلة الحرب الإسرائيلية أو آلة الحرب إلى مفهوم الدخول في مفاوضات الحل الشامل والنهائي يعني إحنا أمام موقف حتى هذه اللحظة لم تستطع المبادرة المصرية ولم تستطع الجهود إقاف ما يحدث في قطاع غزة كيف يمكن أن ننطلق من وضع لم يتم إقافه بعد في قطاع غزة إلى حل أشمل وأعمق المفهوم القضية الفلسطينية يعني هو شوف حضرتك اللي بيحصل في غزة النهاردة أو اللي بيحصل في غزة من اعتداء إسرائيلي من شهر ونص ليست هذه المرة الأولى صحيح يعني لو تشوف حضرتك لا سنة 2008 أواخر 2008 وبداية 2009 كان فيه غزو من هذا القبيل وكان أشرس من الحال وكان وسقط جرحة وقتل وتهدمت المساكن في 2012 حدثت نفس العملية عملية اسمها الرصاص المصبوب طمعي في 2014 من شهر ونص أيضا فيه عدوان إسرائيلي على غز والعدوان ده بيتسع نتاقه من فترة إلى أخرى يعني يبقى بر وجوي وبحري إضافة إلى الحصار إذن لابد من الوصول إلى حل وأن يكون هذا الحل شامل يعني لا يتعلق بغزة فقط حتى يعني نقطع هذه الحلقة المفرعة نحن نريد أن نتخلص من هذه الحلقة المفرعة مش كل كم سنة مش كل سنتين ثلاثة هيبقى فيه عدوان إسرائيلي وفيه تحطيم لغزة وفيه تهديم وفيه شهداء يسقاطوا أعداد كبيرة وقود دول تتدخلوا وإعادة الإعمار وبعد نبدأ أيضا أسير في هذه الحلقة المفرعة إذن عشان نتخلص من هذه الحلقة المفرعة بيتطلب الأمر أن نبحث عن حل شامل حل شامل ليس لغزة فقط ما أقصده بالحل الشامل ليس لغزة فقط وإنما للفلسطينيين جميعا ما فيش تفرق بين غزة ورمالة هل ينطلق الحل من بدايته وقف ما يحدث من عدوان على قطاع غزة أم تبدأ تتنطلق المفاوضات ونترك ما يحدث القطاع غزة وتبدأ المفاوضات ويجلس الأطراف على مائدة التفاوض هل يمكن أن يكون هذا التصور؟ يعني هو لكي نصل إلى حل في أي أزمة سياسية وفي أي أزمة عسكرية لكي نصل إلى حل لابد نقطة البدء إيقاف إطلاق النار دي نقطة البداية ثم بعد أن نصل إلى إيقاف إطلاق النار تبدأ العملية التفاوضية والعملية التفاوضية دي لها شروط يعني لها مواصفات أي عملية تفاوضية ونستطيع أن نطبق ده على غزة أيضا وعلى فلسطين يعني العملية التفاوضية هي بين طرفين ويجب ألا تكون يعني لو استخدمنا المصطلحات السياسية شوية ألا تكون العملية التفاوضية زات حصيلة صفرية يعني إيه زات حصيلة صفرية؟ يعني ما ينفعش أن الطرفين بيتفاوضوا فطرف يأخذ 100% من المكاسب والطرف الآخر يأخذ صفرية من المكاسب ما ينفعش ما يبقاش تفاوض ولن تنجح العملية التفاوضية الحقيقية الناجحة يفترض فيها أن يحقق طرفين ومتفاوضين مكاسب المكاسب دي بترتبط إلى حد كبير بمطالب كل طرف فهنا الآن عندنا طرفين طرف الفلسطيني وطرف الإسرائيل ما هي مطالب وتخوفات كل طرف وهذا ما يجب أن يؤخذ في العملية التفاوضية إسرائيل لو بدأنا بإسرائيل إسرائيل عندها هاجس دايما منذ قيامها في سنة 48 الهاجس الأمني الهاجس الأمني بمعنى أن إسرائيل تبالغ في تأثير أي عمل عدائي ضده وتبالغ أيضا في رد الفعل للرد على هذا العمل يعني لما يختطف جندي إسرائيل لما يطلق صاروخ على المناطق الإسرائيل حتى لو كانت مناطق غير أهلة بالسكان ولن يسبب أضرار لم يتسبب في الأضرار إنما إسرائيل عندها هذا الهاجس وبالتالي نتفهم هذا المخاوف الإسرائيل طيب هو الطرف الفلسطيني على الجانب الأخر عنده مطالب وعنده مخاوفه وأول هذه المطالب إن لا ينزع السلاح دون تم يعني إسرائيلي يقول طيب إحنا ننزع سلاح المخاوم طيب السواء ما الثامنا لنعتقد أن الفلسطينيين رفضين حتى الحديث في هذا الأمر يعني فصال الفلسطينية ولا يستطيع أن في قوة موجودة على الأرض تستطيع أن تنزع سلاح المقاومة الفلسطينية الموجودة يعني نزع السلاح ليس بالضرورة أن يكون بالمعنى الحرفي يعني أن يتم لمس السلاح اللي عندهم إنما أن لا يمثل تهديد يعني وكهة النظر الإسرائيلي هنا إن هذا السلاح لا يمثل تهديد الإسرائيل وأيضا الأنفاق الموجود لا يمثل تهديد في عمليات ضد إسرائيل إنما هنا أيضا إحنا لازم نتفهم وكهة النظر الفلسطينية يعني وكهة النظر الفلسطينية إن إسرائيل أيضا لابد أن يكون عليها ضوابط يعني إحنا بنشهد في حالات متكررة إن إسرائيل بتاعتدي لأفراد وكده دون أن يكون هناك رد فعل مجتمع الدول. فده اللي بيخلي نرجع مرة أخرى إلى رد الفعل الفلسطيني وتصاعد رد الفعل الإسرائيل. إذن العملية التفاوضية هنا بتتطلب أن يكون هناك تمأمة للطرفين. الفلسطينيين متخوفين من الحصار. يرغل إلا سبع سنين محصرين. لابد أن ننهي هذا الحصار. إسرائيل عندها هاجس الأمن. يبقى العملية التفاوضية أنك حمينوك يتنظر. بترضي مطالب الفلسطينيين في رافع الحصار. وأيضا ترضي المطالب الإسرائيلية. اللي هي حكية هاجس الأمن دي. خلينا نتكلم عن هاجس الأمن والمطالب الإسرائيل. بس قبل أن نتطلق هذا الموضوع. رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلالك شايفها موجهة لمن؟ هل للجانب الفلسطيني أم لإسرائيل؟ يعني هي موجهة لكافة الأطراف. لو شوف حضرتك الثلاث حاجات اللي قلتهم لسه حالة دلوقتي. أول عامل أن مصر لا يمكن أن تتخلع عن القضايا الفلسطينية. وده أمر صحيح وأمر متبع في سياسة المصرية من سنة 48 حتى الآن. ومصر خاضت عديد من الحروب للمنصر الفلسطيني. وهي أمن قوم مصري ما فيش نقاش. وهي ترتبط ارتباط ووثيق بالأمن القومي المصري. النقطة الثانية أن الغارات على غزة تكررت. وده فعلا إحنا كنا لسه بنتكلم فيه دلوقتي. وإن هذا التكرار هو اللي بيمثل الحلقة المفره. وشان كده احنا لازم نتخلص من هذه الحلقة المفره. ليس بالتوصل إلى اتفاق لغزة فقط. وإنما اتفاق للفلسطينيين. وربما بيرتبط بكده أيضا الحل الأشمل بقى. الحل الأشمل. رغم كل الخسائر اللي حصلت المادية والبشرية والشهداء. نحن محتاجين كم سنة عشان نحل المشكلة. نحن حتى وقف إطلاق النار الجانب بلسطينيين. هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي في عملية وقف إطلاق النار. هل إسرائيل للقايدة الإسرائيلية الحالية عندها استعداد فعلا إن هي تقعد وتحل المشكلة عن طريق التفاوض؟ يعني شوف حضرتك. أنا ويكي تنظري إن إسرائيل في مأزق الآن. في مأزق لو توسعت في العملات العسكرية. وهي أيضا في مأزق لو خرجت مباشرة الآن في هذه اللحظة. وبالتالي البديل لكده هو التفاوض. أن يرضى التفاوض. والفلسطين قد يرى عندهم ن هذا المأزق. المأزق الإسرائيلي بيتمثل. لو تم توسيع العمليات القتالية فده يؤدي إلى ردود أفعال. هل تطاقة حرب برية من إسرائيل أو اقتحان بري؟ ما نقولها حضرتك. يعني حكاية توسيع نطاق الحرب على غزة والعملية البرية وكده. دي قد لا تكون في مصلحة إسرائيل تماما. لأنها يبقى في معارضة داخلية في الداخل الإسرائيلي. وخصوصا في الانتخابات القادمة. وإن إسرائيل دايما في استراتيجيتها. مش بتسعى إلى حرب طويلة الأمد. يعني الحرب على غزة دي بقى لها شهر ونص. لأن إسرائيل بتعتمد في قوتها العسكرية على الاحتياطي. وهذا الاحتياطي معناه امتصاص من قوة العمل. ويؤثر على اقتصاد الإسرائيل. ويؤثر على موقف الحكومة في الداخل الإسرائيل. نقطة مهمة. إذن توسيع نطاق الحرب من جانب إسرائيل وحرب برية واستمرتها الفترة قد لا يكون في المصلحة. حتى في الداخل إسرائيل. إضافة مجتمع الدولة ممكن ياخد موقف في هذه الحالة. بنفس المنطق إن إسرائيل يعني بعد كل هذه العمل وتخرج الآن يبقى ما عملتش مكاسب. ده أيضا يسيء إلى الحكومة في الداخل. إذن يبدو الأمر هنا أنه من الأفضل للطرفين. ونفس الحكاة بالنسبة للطرف الفلسطين. يعني الطرف الفلسطيني تحمل عديد من الخسائر. البشرية والمدية والمنازل التي تهدمت والناس التي تم نقلوهم من منطقة إلى أخرى. وده بيرجع في رأيي إلى نوع من التصلب والعناد. يعني المبادرة المصرية في الأول لما ترحت كان يمكن عدد الشهداء الفلسطينيين وصل حول المتين. مئة وستين أو يعني يقترب من مئتين. بالوقت إحنا تجوزنا الألفي. وبالتالي أيضا يعني هنا أنا من وجهة ناصرين. ده خطأ استراتيجي ربما وقع في حماس بزداد. إن كان من الأفضل قابول المبادرة المصرية منذ البداية. لأن ده استغلته إسرائيل سياسي في المجتمع الدولي. يعني إسرائيل أعلنت قابولها للمبادرة المصرية في البداية. أحرجت الجانب الفلسطينيين. والفلسطينيين رفضوا. إذن يبدو الأمر أمام المجتمع الدولي أن الصورة تختلف عن الواقع. وتحاول إسرائيل أن تروج ذلك وتدعي أنها تدفع عن نفسها. هي قابلت ولكن الطرف الأخر لم يقبل. فهو ده. يعني استخدام إسرائيل. وده بالمناسبة ليس في هذه المرة فقط. من سنة 48 حتى الآن. من يجبر إسرائيل على أن هي تنهي ما يحدث في قطاع غزة. هل هو ربما مزيد من التصعيد. يعني حتى هذه اللحظة كان ربما قبل الدخول في التفاوض الوفد الفلسطيني يصل في القيرة. كانت حماسة وفلسطينيين يحدثون عن المفاجآت. في هذه اللحظات ربما لم نحدث أي رد فعل قوي. يرغم إسرائيل على أن هي تفكر ترجع مرة أخرى لمائدة المفاوضات. هل ما يسترغم إسرائيل هو المعذكة التي ربما هي محطوطة فيه زي ما حردك قلت. ولا رد فعل قوي من جانب حماس أو مفاجأة من جانب الفصائل الفلسطينية. ساروخ يصل إلى قلب تل أبيم. ساروخ يصل إلى هذا أو ذاك. حالك شايف من إيه اللي يقبل إسرائيل النهاية ترجع مرة أخرى. هتقول نقعد ونتفاوض والمبادرة المصرية نمشي على تفاوته لطالة المبادرة المصرية. هو شوف حضرتك. هي السياسة في النهاية هي فن الممكن. يعني ليس الأمر بالتحمس الشديد أو شيء من هذا القبيل. وإنما ما هي إمكانيات كل طرف. الإمكانيات غير متكافأة بين الفلسطينيين وبين الأهل العسكرية الإسرائيلية. لا يوجد تكافأ. صحيح. وبالتالي أنا من وكة نظري أن صانع القرار الفلسطيني نابد أن يأخذ في الإعتبار. سواء في حماس وفي غيره والسلطة الفلسطينية كلها ككل. لابد أن تؤغذ في الإعتبار هذه العوامل. أن المجابها المسلحة ليست في مصلحة الفلسطينيين. نظر أن العدم التكافأ. وبالتالي ربما يكون من المرغوب في العودة إلى المبادرة المصرية. ودي بتحقق مصلحة من وكة نظري للطرفين المتفاوضين. وأيضا المجتمع الدولي لابد أن يكون له دور. وأن يتخلى عن فكرة المعيين المزدوكة. يعني هل بنشوف إيه اللي بيحصل لما يتخطف جندي إسرائيل. أو يتخطف ثلاث مستوطنين أو شيء من هذا القبيل. وبينما لا يحدث ذلك عندما يتم تهديم منازل الفلسطينيين. ما نخدش رد فعل قوي كدولة عربية. ما نخدش رد فعل قوي تجاه المجتمع الدولي. عشان نيجي نقول له أنت بتعمل بمعيين مزدوكة. ما فيش موقف عربي قوي يتم اتخاذه تجاهك. هو ده المكتوب. المكتوب أن يكون هناك موقف عربي قوي سياسي وديبلوماسي. في إطار الجامعة العربية. لأن دي قضية بتهم العرب كله. يعني القضية ليست قضية غزة فقط. وليست قضية الفلسطينيين فقط. بل هي قضية العرب جميع. وإذا لم يكن للعرب موقف موحد قوي في هذه الحالة تأثيرهم هيبقى محدود. صحيح. والفلسطينيين يعني بالمناسبة أيضا. الفلسطينيين هم الطرف الأضعف في المعادلة دي كلها. رغم أنهم سبب عديد من اتداعيات اللي حصلت العادة من الدول العربية ومنها مصر. إنما يبقى الوضع أنهم الآن الطرف الأضعف. وبالتالي لا بد من مسندتهم عربيا من أجل الوصول إلى مثل هذا الحل. نطلع بس الاتصال هاتفي مع زميلنا عمر بشير. مراسل النيل في قطاع غزة. عمر بعد التحية. عمر عمر يعني بعيد عن الوضع الميداني. هل هناك من تصور ربما للخروج من المأذك الذي تعيشه غزة الآن. العضوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة. هل من تصور يتحدث عنه الشرع الفلسطيني يتحدث عنه النغبة السياسية أو الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة. هل من تصور الخلوج من هذا المأذك. قبل الحديث عن التصور وضح فقط لضيفة العزيز أنه عندما طرحت المبادرة. عمر نعم هل تسمعوني؟ سويني. آه طبعا. هو بيذوقي الحديث الحرارة. لو حرارة تحب تسمع الكلام. اتفاضل يا عمر أريد أن نوضح فقط أنه عدد الشهداء منذ أن طرحت المبادرة المصرية في بداية العضوان. لم يتجاوز المئة والعشرين شهيد على الأكثر. إذا ما أضيف إليهم عدد من الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض. يعني أقل بكثير من مئتي شهيد كما أوضح ضيفة العزيز. الأول نتكلم في 160 أو في الرقم يعني لا اختلاف عن الرقم يا عمر. ما جعلني بهذا الرقم أن هذا أيضا هو حديث الشارع الفلسطيني. يعني عندما تم التواصل الأول هدنة لوقف اطلاق النار ثم العودة القاهرة لدخول في المفاوضات وتجديد حالة وقت اطلاق النار. هنا بدأ الشارع الفلسطيني يتسائل. يعني هذا ما طرح في بداية العدوان. لماذا كل هذا التأخير في هذا الطرح وتدفع فتورة عالية من الدم ومن الدمار أيضا. الدمار ليس بسيط في قطاع غزة. ثلث مدينة غزة تقريبا دمرت ثلث قطاع غزة تحديدا. نعم. على أية حال هذا هو وقع الحال. الآن نتحدث عن أكثر من 2110 من الشهداء. يعني لا أحد يعرف ما يدور في القاهرة. الوافد يخرج بتصريحات متناقضة عندما كان موجودا في القاهرة. ثم غادر الوافد. الرئيس محمود عباس كان في القاهرة. غادر اليوم ويقال أنه سيكون هناك مفاجأة في الأيام القادمة. المشكلة التي يعيشها المواطن الفلسطيني. أعوز من عمر المقطعة. مفاجأة من جانب الفصال الفلسطينية. من تحدث عن مفاجأة؟ مفاجأة سياسية. يعني الكلام نقلا عن مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس. يعني ستكون في هذا الأسبوع. لكن المشكلة أن المواطن الفلسطيني في غزة يحسب الوقت بالثواني. بينما المفاوض الفلسطيني أو أيضا الإسرائيلي هو أقل ضغطا من الشعب الفلسطيني هنا في غزة. يحسبه بالأيام وبالساعات. هنا تكمل المشكلة. في كل لخفة هناك شهداء وهناك دمار. بالتالي لا يوجد للآن على الجميع أن تظهر أفق سياسي لحل هذه المشكلة. لكن للأسف في قطاع غزة إلى الآن لا يوجد أي أفق سياسي. حتى المحللين حتى أصحاب الرأي. عندما نحاول أن نتواصل معهم ونأخذ تحليلاتهم. هم أيضا في حالة من التناقض. لأن الموضوع زاد عن حده المتوقع بأكثر من كثير من عشرة أيام. كان مفترض في رأي المحللين. بناءً عن أن الوضع لم يتغير من عدوان إسرائيل ومن الصمود المقاومة الفلسطينية وإطلاق الصواريخ. لماذا لم يتم الوصول إلى حل قبل أيام؟ الآن الأمور تتجاوز حدها. والأسف لا يوجد أي ضمانات أفق سياسي قريب جدا في أساعات القادمة. الأمور ما زالت غامضة ولا يفهم ما ستحمله الأيام القادمة. عمر هل استهداف قادة حماس من جانب القوات الإسرائيلية؟ هل من الممكن أن يجعل الفصالة الفلسطينية ربما ترفض ولو مبدئيا العودة مرة أخرى إلى التفاوض؟ أم أنها لديها حتى هذه اللحظة؟ الرغبة في العودة إلى التفاوض وإرسال الوفد مرة أخرى إلى مصر لإيجاد مخرج لما يحدث؟ هو بكى واضحا من التجارب الصابقة والتداءات القديمة على قطاع غزة أن المقاومة أيضا عندما تفسد قادة فهي لديها ذخيرة من القادة يكونوا قادمين. وأيضا في موضوع العدم العودة إلى التفاوض المقاومة كانت واضحة. أنها منفتحة لأي مفاوضات تحقص المطالب الفلسطينية ولا تعتبر دماء القادة أكثر أهمية من دماء باقي الشهداء. أما تعتبرهم معهم التوراء والآن تسعى إلى حالة لوقف اطلاق النار أو حل نهائي للأزمة لقطاع غزة وهو المطلوب فلسطينيا. ولكن بالنهاية وفق المطالب الفلسطينية خاصة وأن الفاتورة أصبحت مرتفعة جدا من الدم الفلسطيني ومن الدمار. لا يمكن أن يكون وقف العدوان فقط هو الحل أو رفع الحصار بمعنى الشكل كما تريده إسرائيل. بالتالي ستكون المقاومة أمام موقف حرج أمام الشعب الفلسطيني إذا لم تحصل على مطالب رئيسية مع فتورة الدم المرتفعة التي قدمها المواطن الفلسطيني. هذا أعنف عدوان يعيش في قطاع غزة في العام 2008-2009. العدوان لم يتجاوز 21 يوما. عدوان 2012 ثمانية أيام ودمار كبير. اليوم نقترب من اليوم الخمسين. يعني فترة زمنية طويلة وحياة متوقفة. المدارس عادت في الضفة الغربية ولم يستنى في العام الدراسي في قطاع غزة. بالتالي هناك أيضا أزمات قادمة في عيش القطاع. ولابد أن يشر المواطن في غزة تحديدا بأن هناك حل بعد هذا الدم الكبير تواصل مع حجم التضحية. عمر سريعا هل المواطن في قطاع غزة ينتظر مفاجآت ربما من الفصائل الفلسطينية تعيد ربما آلة الرعب ما بين الفصائل من جهة والإسرائيليين من جهة أخرى؟ توازن الرعب أوزرا عمر. يعني الكل يعرف أن ميزان القوى غير موجود بثاتا بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. والمقاومة أيضا تؤكد هذا ولا تنفيه وهذه حقيقة واضحة. ولكنها تستند إلى حالة الصمود والإرادة والطموح في الحرية والاستخدام. نعم عمر. عمر بشير مراسل النير في قطاع غزة. كنت معنا عبر الهاتف. أشكرك جزيلا. شكرا. هناك حديث عن مبادرة أوروبية لاستصدار قرار من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار. هل هذا لو خرج قرار من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار؟ هل هو إحراج للجنب المصري؟ طيب هو بس لو سمحته لحضرتك أقول بعض المحضة بالضبط. يعني حاول أن أقول حاجة كنت بتطرح السؤال قبل المداخلة دي على طول. تفضل. إزاي هل نحل المشكلة؟ يعني أي طرق كيفية الحل؟ أو أنه نصل إلى حل؟ كنت تقول هل ما الذي يجبر إسرائيل للعودة إلى مدى الضفاوط؟ يعني أنا حاول أقول هنا إيه؟ أول حاجة ودي مسؤولية الفلسطينيين تماما ليست مسؤولية مصر ولا مسؤولية أي طرف آخر. أن يحدث توافق فلسطيني داخلي. يعني ما يبقاش موجود هذا الانقسام. وربما بدأ يحدث هذا التوافق منذ فترة. وإسرائيل أعتراضت عليه. بس هذه المرة ربما الوفد الفلسطيني جاء إلى القاهرة وهو متوحد خلف عزام الأحمد قيادة فتحوية. يقف هو في متصدر هذا المشهد ولا اعتراض عليه من فصيل فلسطيني حماس الجات. يبقى لابد من ضمان استمرارية هذا التوافق الفلسطيني. التوافق بمعنى الإجماع يعني ما يبقاش تسعين في المية أو خمسة وتسعين في المية عاوزين السلام أو عاوزين المفاوضات ويجي طرف آخر يستطيع أن يعرق العملية كلها. إذن لابد من إجماع وتوافق داخلي فلسطيني. النقطة الثانية هي طبيعة الاتفاقيات وطبيعة المفاوضات وطبيعة الحل الشامل أو السلام بمعنى السلام. السلام ده يجب أن يكون شاملا يعني مش غزة بس احنا عاوزين حل شامل وأن يكون هذا الحل عادلا يعني ما يكونش من خلال فرض القوة يعني كان لسه بيقول حالا في المداخلة ما فيش تكافؤ خالص وده أمر معروف. إذن لابد أن يكون يحقق نوع من العدالة شوية لأن السلام إذا لم يقتارن بالعدل بيفشل. ما مشكلة في إسرائيل يا فانت. ما يدي اللي أنا بقول عليه. لو إحنا إتكلمنا عن هذه القيم ما أعتقدش أن الجانب الإسرائيلي بيتحدث بمثل هذه القيم. لكنه هو يفهم لغة واحدة. لغة الضغط ولغة القوة. بالضبط. لا عشان كده ليس جانب الإسرائيلي وحده. إلا يقوم بالعملية. إنما أنا في رأيي أيضا أن يكون ده في إطار دولي. يعني أن يكون هناك اتفاق تضمنه الدول الكبرى في مجلس الأمن. مثلا ذاتها العضوية الدائمة على سبيل المثال في مجلس الأمن. ولذلك يعني في أحدى المقترحات مثلا أن تكون هناك قوات دولية. قوات دولية دي يمكن هتدي. موجودة على المعابر. الست معابر كلهم. موجودة بحيث تضمن للطرافين عدم اعتداء أي طرف على الآخر. يعني يبقى فيه اتفاق دولي يتم التوصل إليه بضمان الدول الكبرى. الدول الأعضاء في مجلس الأمن. أيضا أن تتواجد قوات دولية لضمان التنفيذ. بحيث ده يضط طمأنة اللي كنا بنكلم عنها من شوية. طمأنة للجانب الإسرائيلي اللي عنده هادس الأمن. وطمأنة للفلسطينيين أنه لن يحدث اعتداء عليهم دون أن يكون هناك من يقابله. وفي نفس الوقت ده يمكن أن يسهم بقى في الفكرة اللي بيسعى إليها الفلسطيني وهي رفع الحصار. أنت حالك بتتكلم على وضع زي الوضع اللي كان مشابه على معبر رفع البري قبل قيام حركة حماس بسيطرة وإعلان فرض سيطرتها على قطاع غاز. لا وبتكلم أيضا عن حال شامل في إطار دولة فلسطينية. بقالنا عدة سنوات بنتكلم الدول اللي يعني بقالها عدة سنوات بتتكلم عن فكرة الدولتين. أبو مازن راح لما قد تتفاوت وقعد مع نتنياهو وقعد مع الجنب الإسرائيلي عشان حل بحثا عن هذا الحل. ماذا أعطت إسرائيل لأبو مازن؟ لم تعطيه شيء. معلشان كده أنا بقول لازم يبقى فيه تدخل من القوى الكبرى. إنها بتضمن ما يتم التواصل إليه وبتضمن الالتزام به. وحتى يعني من المقترحات أن تضع قوات تابعة للقوات الدولية. يعني بحيث إنها تدي طرحان. على المعابر الستة اللي. وبالتالي بتدي طمأنة للطرفين اللي بيحتاجين. مع التنويه إن مصر أكدت أكتر بمرة على إن موقفها ثابت في ما يتعلق بمعابر رفح من الجهة المصرية. من الجهة المصرية تماما. سيادة المصرية تماما. هذا يتعلق بالسيادة المصرية على الرجل. وده حتى بيتطلب إن الدبلوماسية المصرية تبين وبطريقة حاسبة. فيه إدعاءات إسرائيل غريبة شوي. إديهم ما يناقبش عارف فين في العريش. ما ينفعش. وكان فيه قبل كده تبادل الأراضي. لا طرحة ولا تكهوة ولا تكهونات. طرحة من الحكومة الرسمية. يعني مقترحات وبعض الإسرائيليين يطلبوا الكلام ده. وكان فيه أفكار من سنوات. تبادل الأراضي. تبادل الأراضي. وفيه أفكار أخر. إن مصر تشرف على غزة. وإن الأردن يشرف على المنطقة. على الضفة. كل ده ترحيل للأزمة. وإسرائيل بتحاول أن تتنصل من مسؤولياتها. دلوقتي حتى هذه اللحظة ووفق القانون الدولي. دي أراضي محتلة. والدولة المحتلة عليها التزامات وفقا لقواعد القانون الدولي اللي وديوا التزام بيه. وده اللغة اللي لازم الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية العربية تؤكد عليه. تخاطب المجتمع الدولي من خلال هذا المنظور. إن دي سلطات احتلال. إنها عليها التزامات. إن هذه الالتزامات تتطلب الاستجابة لها وفقا لقواعد قانون الدولي. إذن هي دي بعض المحاور الأساسية اللي ممكن للدبلوماسية المصرية والدبلوماسية العربية أنها تعمل في هذا الاتجاب. نعم. السؤال الثاني بتاع حضرتك. ممكن نجاوب عليهم المبادر الروبية. بس معنا الدكتور مخيمر أبو سعدة. أستاذ العنوم السياسية بقطاع غزة. دكتور مخيمر بعد التحية. أهلا وسهلا. دكتور يعني هل تتوقع أن يكون هناك ربما تصعيد إسرائيلي خلال الساعات القادمة؟ أو الوجهة الإسرائيلي. هل ستكون إلى المفاوضات أم إلى اقتحام بر لقطاع غزة؟ يعني بصراحة هناك حالة من الغموض التي تسود السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة. فمنذ أن انهارت التهدئة قبل حوالي خمسة أيام. وإسرائيل تقوم بعمليات قصف جوي لعدة مناطق في خطاع غزة. معظمها أراضي زراعية. تعتقد إسرائيل أنها أراضي يطلق منها الصواريخ. بالإضافة إلى قصف بعض المنازل السكنية. كما شهدنا بالأمس قصف برج سكني مكون من 14 طابقا. وإسرائيل تقول أن العملية مستمرة. وسوف تستمر بعمليات القصف الجوي. ولكنها حتى اللحظة تستبعد أي عملية برية على الرغم من أن هذا الخيار لا زال على طاولة السياسة الإسرائيلية. عزنا دكتور. في ظل هذه المعطيات على الأرض. هل لدى الفصالة الفلسطينية والوفد الفلسطيني حتى هذه اللحظة النية إلى العودة مرة أخرى إلى مائدة التفاوت في القاهرة؟ وبنهاية الأمر حتى لو استمرت هذه الحرب لشهور أو سنوات. أي حرب في نهاية الأمر تنتهي بمفاوضات مباشرة أو مفاوضات غير مباشرة. وحسب ما تحدث بي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالأمس. قال بأن مصر سوف تدعو من جديد الوفدين الفلسطيني والوفد الإسرائيلي إلى القاهرة مجددا. من أجل البحث في اتفاق وقفة لا أخمار دائم ونهائي. يبدو أن مصر تقوم في هذه اللحظات باستمزاج الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لمعرفة إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات. وإن كانت الشروط كما هي أو صار هناك تعديل وتغيير على شروط كل طرف من الطرفين. دكتور مخيمة سريعا تحدثها الرئيس الفلسطيني مثلما قال زميل عمر بشير منذ قليل عن مفاجأة خلال هذا الأسبوع. حرك شايف هذه المفاجأة من أي نوع ممكن أن نتحدث عنها الرئيس الفلسطيني في ظل الوضع ربما القاتم للنسبة للمتابعين لما يحدث في قطاع غزة. حسب تقديري فإن أي مفاجأة سوف تصدر عن الرئيس محمود عباس ستكون مفاجأة لها علاقة بالتسوية السياسية مع إسرائيل. هذه التسوية قد تكون هذه المفاجأة بقبول حركة حماس مبادرة السلام العربية التي أطلقت في العام 2002 وتبنتها الجامعة العربية في ذلك الوقت. قد يكون هناك شيء له علاقة بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل. وبحث قضايا الحل النهائي اللاجئين والقدس والاستطران. وبالتالي المفاجأة لها علاقة بتسوية القضية الفلسطينية والدخول في مفاوضات سياسية مع إسرائيل تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية. رائع دكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بقطاع غزة. أشكرك جزيلا شكرا على هذا التحليل دكتور مخيمر. يعني قبل أن أتكلم عن المفاجأة أرجع تاني سؤال. حضرتك أنت بتسأل عن المشروع المبادرة الأوروبية لاستثار قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النهر في قطاع غزة. هل هذا القرار يمكن أن يكون أحراجا للجانب المصري؟ يعني هي مصر بتسعى بجميع الطرق إلى الحل وتخفيف المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. المشروع ده مشروع مقدم لمجلس الأمن من تلت دول أوروبية من ألمانيا وفرنسا وانجلترا. المشروع ده بيتضمن أهم البنود اللي في هذا المشروع اتفاق على إيقاف إطلاق النهر. وده الخطوة اللي كنا لسه بنتكلم فيها أنه أي أزمة لابده بإيقاف إطلاق النهر. البند الثاني سيطرت السلطة الفلسطينية على غزة. عشان ما يبقاش فيه هذا النقص. وده اللي كانت تحدثت عنه تسيبي ليبني وزيرة العدل الإسرائيلي قالت أنه إحنا عايزنا نلجع مرة تانية السلطة الفلسطينية للقطعة. تمام. البند الثالث إعادة أعمار غزة. تمام. الجانب الفلسطيني فيه ردو. عشان تنجح هذه المبادرة لازم يوفق عليها طرفين أيضا. لازم يوفق عليها طرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي. الفلسطينيين في رأيهم يعني أنه فيه تحفظ هنا. وده تحفظ صحيح من الوكيد النظري. إن الأمر لا يتعلق بغزة فقط. إنما يتعلق بقاضية الفلسطينية. وعشان كده هكنا لسه بنتكلم من شوية. بنقول إن الحل لابد أن يكون حلا شامل. مش بنحل مشكلة غزة بس. عاوزين نحل المشكلة الفلسطينية بأكمله ككل. عاوزين نقيم الدولة الفلسطينية. ويمكن ده التفضل الدكتور هو بيتكلم دلوقتي. دكتور مخيمر. دكتور مخيمر. وقال إن فيه مفاجأة ربما بيعلنها الرئيس الفلسطيني أبو مازن. إن هذه المفاجأة قد تتعلق بقبول حماس وقبول الفصل. قبول المبادرة بتاعة الملك عبدالله في 2002 لمبادرة السلام العربي. اللي هي أن يكون هناك سلام بين العرب جميعا وبين إسرائيل. بشارة أن تتخلى إسرائيل. فجأة قبول الفصائل. الحديث عن قبول الفصائل لهذه المبادرة. يعني قبول الفصائل ربما المتشددة التي كانت ترفض ذلك أن تقبل هذا الحل السلم. وده يبقى بداية العملية التفاوضية. ولا أي مدى ممكن أن يغير هذا الأمر في المعدلة الحاصلة فتاة دلوقتي. يعني هذا الأمر إذا تم. يعني دفترات ده سيناريو. يعني مش عالفين هل هيحصلة. إنما هذا السيناريو إذا حدث ربما يعيد التوازنات مرة أخرى أن هناك اتجاه نحو الحل السلمي. والابتعاد عن حلول العسكرية أو شيء من هذا القبيل. وبالتالي ربما يكون ده بداية الحل الشامل. وفقاً للمبادرة العربية التي طرحت في عام 2002. وليل عهد السعودي في تلك الفترة. تماماً. غامير عبدالله. يعني أنا هقول لك صراحة أحد أعضاء الوفد الفلسطيني اللي كان موجود في القاهرة قالها لي صراحة. أن إسرائيل لا ترغب في أن تكون هناك إجماع فلسطيني وتنضي اتفاقية مع أي إجماع فلسطيني. حماس الجهاد، حرقة فتح، حزب الشعب الفلسطيني، كل الحرقات التي كانت لها وفود في القاهرة. إسرائيل ترفض أن تنضي اتفاقية مع كل تلك الأطراف. هل فعلاً هذا التصور حاصل ومن ثم جاء التصعيد الأخير من جانب إسرائيل على القطاع؟ ربما إسرائيل لا تريد ذلك. لكن في نفس الوقت إسرائيل أعلنت من فترة. لماذا إسرائيل لا تريد ذلك؟ أنها تنضي اتفاقية مؤقعة مبادرة سلام أو مبادرة تهديئة مع الوفد الفلسطيني موجود في القاهرة؟ أنا رأيي أن هذا يجب أن لا يتم بين إسرائيل وهذه الفصائل فقط. وإنما يتم أيضاً في وجود أطراف عربية أهمها مصر. ويتم أيضاً ربما تضمنه أطراف دولية أهمها الولايات المتاحية. وده هيعيد مرة أخرى الفكرة التي كنا لسا من كلمة فيها. لا من كلمة ابتدنا بيها المطلبة. بالضبط وفكرة أن تتواجد قوات دولية. وأن تكون هناك ضمانات للاتفاقات التي يتم التوصل إليه. لضمان التنفيذ. ولضمان الالتزام. لأننا بنتعامل دلوقتي بين طرفين ليس بينهم تكافأ. يعني من ناحية عسكرية. طرف الفلسطيني لا يتكافأ عسكرياً مع إسرائيل. وبالتالي هي دي أهمية وجود ضمانات دولية وضمانات عربية لكي يمكن إعمال هذا الاتفاقات. إنما أنا عاوز أقول أيضاً. نشوف إسرائيل اللي بترفض الآن أنها توقع مع كل هذه الفصائل. كانت من فترة من عدة سنوات ومع الانقسام الفلسطيني اللي حدث وسيطرة حماسة على غزة. كانت تقول لماذا لا ترغبين في التفاوض. تقول لا يوجد طرفنا تفاوض معنا. تفاوض مع من؟ أن هناك انقسام فلسطيني داخلي. وهي دي الفكرة. يعني أنا في رأيي أن دي النقطة اللي لازم الطرف الفلسطيني يأخذها في الاعتبار. أن يسعى إلى تحقيق وحدته الداخلية. ده أول شرط لبداية أي عملية تفاوضية ناجحة. أعتقد حماس والفصائل الفلسطينية الآن ليست كحماس من أربع خمس سنين أو عندما دخلت ووضعت سيطرتها على قطاع غزة. أنا أزعم أنها قد لا تكون حماس من شهر ونص. ربما حماس بعد كل ما حدث في الشهر ونص اللي فات ربما قد تكون أصبحت. يعني ممكن نظري قد تكون مخطئ فيها. أكثر ميلا إلى المرونة شوي. يعني ليس هي نفسها ذات الطابع المتشدد والمتصلب اللي كان موجود في فترات سابقة. من ضمن أطر الحل اللي محطوطة في المبادرة المصرية أو الطلبات الفلسطينية. إن موضوع الميناء وموضوع المطار الدولي. طبعا. زي ما قال زي مننا عمر بشير. الفطورة اللي دفعتها. اللي دفعتها دفعتها قطاع حسن غزة. مش أقول حماس ولا الجهاد. الفطورة دفعتها. الفلسطينيين في قطاع غزة. فطورة بهضة تستكليف. يعني عدد كبير من الشهداء. ومن ثم لا يمكن أن نقول أن الوفد الموجود في القاهرة. يمكن أن يتنازل عن مطالبه فيما تعلق بالورقة التي وضعها. وأبرزها الميناء. طبعا. تمام. إسرائيل ترفض. نعم. يعني الجانب المصر هي. يعني كيف يمكن أن نوفق ما بين كلا الطرفين. ما هي الميناء بترتبط. وأيضا المطار. والمطار. بترتبط بقضية أساسية. اللي هي رفع الحصار. ونحن نكون لسا نتكلم بأن أي عملية تفاوضية يجب ألا تكون ذات حصيلة سفري. يعني ما ينفعش إسرائيل تأخذ كل المكاسب وفي الصين ما يأخذوش حاجة. لازم يكون في نوع من الترضية للطرفين. وإحنا إذا قابلنا مبدأ التفاوض ومبدأ أن الحل يجب أن يكون شاملا ويتعلق بالفلسطينيين كلهم وليس فقط بغزة ويتعلق بإقامة دولة فلسطينية. إذن هذه الدولة لابد أن تتوافر لها مقتضيات ومتطلبات الحياة. ومنها كلها مين؟ منها ألا تكون محاصرة ويكون عليها التزامة أيضا ألا تهدد جيرا. التي تهدد الدول الأخرى عسكرية. السلطة الفلسطينية مرة أخرى هو المخرج لهذا الأمر. يعني السلطة الفلسطينية كانت هي التي تضعت تقوم بالإشراف على الميناء. تقوم بالإشراف على المطار. أيام الراحل يسر عرفات. طبعا. عودت السلطة الفلسطينية بمعنى السلطة الموحدة أو الحكومة الموحدة التي تضم الجميع. فالجميع في النهاية هم فلسطينيون. هو ده المطلوب. أما طلوب حكومة وحدة وطنية. هذا الحكومة بتبسط سيطرتها على كل الأماكن. بتعبر عن رأي موحد للفلسطينيين. نحن نتجه نحو السلام كلنا بنتجه نحو السلام. نحن نتجه نحو التفاوت كلنا بنتجه نحو التفاوت. نحن لنا مطالب معانا. هذا المطالب تعبر عننا جميع. ما جيش طرف يخرج بعد كده ويعتارد لأن ده عرق للعملية كلها. سؤال أصعب. هل الفصائل الفلسطينية اللي بتحمل استلاح؟ لو أتكلم الجناح العسكري لحركة حماس أو للجهاد أو للفصائل الفلسطينية الموجودة. هل عندها السعدات أنها توقف وراء السلطة الفلسطينية هذه المرة. وأن لا يحدث أي عرقيل تحد من سيطرة السلطة الفلسطينية وقيام بمهمها في قطاع غزة. إذا ما عادت مرة أخرى السلطة الفلسطينية للقطاع؟ يعني أنا وكهة نظر الشخصية إذا كانت ستنظر إلى المصلحة الفلسطينية ككل فلا بد أن تقبل بذلك. المصلحة الفلسطينية تقتضي وحدة الصف الفلسطيني. تقتضي وحدة العملية التفاوضية. تقتضي وحدة المطالب المختلفة من الجميع. وأن لا يعترض طرف أو يعرقل طرف حتى لو كان طرف بسيط أن لا يعرقل العملية بأكمله. فإذا كنا ننظر إلى مصلحة الشعب الفلسطين والحق المشروعة للشعب الفلسطين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم فلا بد أن يكون هناك وحدة في الصف الفلسطيني بتشمل كافة الفصائل الموجودة على الأرض. سواء في غزة أو في الضفة أو في غزة. أستاذك دكتور إكرامي سؤال نختم به. أحرك شايف خلال الأيام القادمة. السناريو إزاي إذا ما كانت السياسة اللي تعرف لغة التفاوض والتشاوم. لكن شايف السناريو إزاي خلال الفترة القادمة. ليفني آخر تصريح لها صادر منذ قليل. بتقول إحنا هنستمر في عمليات الاختيالات والضربات الجوية. ومستمرين في عملتنا. لكن ما فيش قطحان بري. يعني نافذ تصريحين أن تكون بعملية قطحان بري. ولكن استنزاف لربما ثروات أو ما موجوده حتى الآن في قطاع جزة. هل أحرك شايف السناريو إزاي خلال الأيام القادمة قادمة؟ يعني السناريو في الفترة القادمة من وكهة نظري. استمرارية الوضع على ما هو عليه. سواء تدخل عسكري بري أو لم يحدث تدخل بري. واستمرت الضربات العسكرية. قد لا يكون في مصلحة إسرائيل في الداخل 100% الحكومة الإسرائيلية. لأنه هيصير عليها انتقادات. وده يعني الأول مرة الأمور تطول بهذه الطريقة. ربما أيضا في استنزاف. ومحقاش أهداف. ومحقاش أهداف حتى لك. ولسه كل شوية بنسمع أن السواريخ تطلق على مناطق مختلفة في إسرائيل. إذن أيضا لو خرجت إسرائيل مرة واحدة. الآن قد لا يكون هذا أيضا في مصلحة الداخلية. إذن قد يكون من وكهة نظري. في الفترة القادمة سيناريو التهدئة وسيناريو إيقاف إطلاق النار. ثم بدأ عملية فوضية شاملة. لا تشمل غزة فقط بل تشمل القضية ككل. أنا من وكهة نظري أنه قد يكون فيه مصلحة للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. وفيه أيضا المصلحة العربية. مع الضمانات التي قلناها ضمان الدول الكوبرة وتدخلها وضمانها لمثل هذه الاتفاقات. وإلا يكون الأمر سنائي فلسطيني إسرائيلي فقط لضمان التنفيذ على الأرض. الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة. ومقرر لجمة العلوم السياسية بمجلس العلال الثقافة شكرا جزيلا خلالك. شكرا على حليك وسلم وشاهدين. شكرا ينتهي مشهد اليوم. غدا إن شاء الله يتجدد معكم مشهد آخر من المشاهد الحاصلة في العالم العربي. أو حتى المشاهد العالمي. شكرا لكم حاصل متابعة. اشتركوا في القناة